أكد محافظ شمال سيناء محمد عبدالفضيل شوشة أن الاستثمارات في قطاع التعليم بشمال سيناء بلغت 240 مليون جنيه خلال العام الدراسي الجديد لافتا إلى إنشاء 22 مدرسة ما بين إنشاء جديد وإضافة فصول لمدارس قائمة معلنا عن وضع حجر الأساس لمدرسة المتفوقين خلال الفترة المقبلة وافتتاح 40 منزلا بدويا بمدينة الحسنة خلال أسبوعين وخلال افتتاح ثلاثة مشروعات خدمية وتنموية بمركز مدينة الحسنة في وسط سيناء أكد شوشة أنه تم إنشاء عشرة تجمعات تنموية بمنطقة وسط سيناء من بينها ستة تجمعات بمركز نخلة وأربع تجمعات بمركز الحسنة حيث تم تسليم تسعة تجمعات منهم للمنتفعين وأضف المحافظ أنه يتم تسليم كل منتفع منزل وخمسة أفدنة جاهزة للزراعة بالتقسيد وبدون أي فائدة أحد التجمعات في داخل محافظة شمال سيناء وهو تجمع كيلو واحد وستين وإحنا زي ما حاضاتكم عارفين إن إحنا سلمنا قبل كده ستة تجمعات رئيسية في مدينة نخل والنهاردة إن شاء الله بنسلم أربع تجمعات في مدينة الحسنة إن كل فرد له منزل وليه خمس فددين كاملة الترفيق لغاية زي ما بقول كده لغاية الخرطوم السبتاشر ملي النقاط موجود وبنسلمه للمواطنة اشتركوا في القناة